اشتركوا في القناة واحترام حقوقها لم اشهد تغيير يذكر وبالتالي اعتبر نفسي الشخص الذي هو في الموقع الافضل للقيام بهذا التغيير التونسة فيهم اعتبر انه خطوة شجاعة فيهم عبر عن مساندته وعن فرحته وفيهم اعتبر انه هذا امر غير عادي وفيهم شكون سبني يعني فهمة الاراء الكل وانا يعني مدامني مقدم الانتخابات مدامني نسمع الناس كل ونحترم الاراء الكل المجتمع التونسي ما زال فيه جانب كبير محافظ فهمة عقلية ذكورية عقلية يعني عدم احترام الآخر عدم احترام الاختلاف عدم تقبل الميولات الميولات الغير معيارية وبالتالي معتها فهمة معتها هذا امر نتفهمه والاكيد انه فهمة برشة ناس ماش قاعدة تعبر على رأيها لكن في قرارة نفسها مقتنعة بالترشح ومتعيانا وبالتصواتي العيانا ترشحي هو قبل كل شيء ترشح من حقي كمواطن تونسي ومن حقي ان يكون لي رؤية لمستقبل بلادي ومن حقي ان اطمح لقيادة بلادي وبالتالي فان المجتمع التونسي كما قبل في سنة 56 اصلاحات بورغيبة بمنع بتعدد زوجات بالسماح بالتبني بالسماح بالاجهاض بالغاء الطلاق برمي اليمين كل هذه الاصلاحات اللي قام بها بورغيبة كانت امور صعبة جدا في ذلك التاريخ وكان المجتمع التونسي محافظ اكثر من الان وكان فيه نسبة امية بـ 80% اليوم الشعب التونسي يعتبر الاصلاحات هذه من قبيل الانجازات ومن قبيل الاشياء اللي يجب الحمد وحافظة عليها ويعتبر انه هو الشعب الرائد على مستوى العالم العربي في مجال المساواة والحقوق الفردية ومن هنا فانه من الطبيعي ان يكون هناك مترشحين من مختلف التوجهات الفكرية والعقائدية ومن اعتبرش انه الهدف الواحد من الترشح هو تسليط الضوء على قضية المثليين في تونس الاكيد ان تونس دولة اقرب الى المدنية منها الى دولة دينية والديمقراطية تستوجب ان تكون تونس دولة مدنية لانه يعني الحكم في الدولة المدنية الديمقراطية هو للشعب والمرجعية هي مرجعية شعبية وليست مرجعية سماوية وبالتالي هذا امر قدمت فيه تونس خطوات عديدة هناك انتقال الديمقراطي ناجح نسبيا في تونس ولا يمكن مقارنة تونس ببقية الدول العربية في هذا المجال دار الافتاء التونسية لا تتدخر في الانتخابات والدين لا علاقة له بالانتخابات بالنسبة لحركة النهضة والاحزاب الاسلام السياسي الاخرى انا اعتبر نفسي في قطيعة وليس في مواجهة ارفض هذا دعم حركة النهضة في جميع الحالات واعتبر انهم يمثلون خطر على الديمقراطية واذا انا فزت بالانتخابات سوف لن احكم مع اي طيار من طيارات الاسلام السياسي برنامج الانتخاب امتاعي مهوش ومركز فقط على الحريات الفردية برنامج في جانب اقتصادي وجانب اجتماعي وجانب ثقافي انا مع اقتصاد ليبرالي مع تحيير الاستثمار مع الغاء كل الرخص الادارية التي تعيق الاستثمار في تونس مع تغيير العملة التونسية حتى يمكن القضاء على الاقتصاد الموازي وجعلها اقتصاد مهيكل مع الترفيع في المنح الطلبة الى 150 دينار شهريا مع الترفيع في منحة العائلات المعزة الى 300 دينار شهريا مع الترفيع في الاجر الادنى بنسبة 20% يعني برنامجي فيه عديد من النقاط الاقتصادية والاجتماعية اللي بشيقع توضيحها عندما تبدأ الحملة الانتخابية موسيقى برنامجي